اكد سيد جمال عبد العزيز العلاوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها ما يرتبط بحماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان نعم حيث تات الخطة الوطنية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة الاقتصادية 2030 في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضف العلوي أن المملكة اتخذت جملة من التدبير التشريعية والإجرائية بشأن تعزيز حوكمة الهجرة وحقوق الإنسان بما في ذلك التوظيف الأخلاقي والعمل اللائق وحماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا المجال والتي تتفق ومقاصد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وهدافه الثلاثة والعشرون مؤكدا استمرار جهود مملكة البحرين الدؤوبة لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي في ضوء مخرجات المنتدى والعمل على معالجة التحديات واستثمار الفرص في تطوير منظومة الحماية المرتبطة بالعمالة الوافدة ترجمة نانسي قنقر